خلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة مدبولي الحكومة توافق على إضافة واستحداث فئات جديدة ضمن المستحقين لمساعدات تكاكل وكرامة واشنطن تدعو الأطراف السودانية لإيجاد مخرج تفاوضي للأزمة وتقول إن الأولوية لإسكاة البناطق انتلاقوا قمة حلف النيتو بلتوانيا وروسيا تتوعد بإجراءات مضادة ردا على قرار تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الثانية عشر بتوقيت جرانيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التفزيون المصري أهلا بكم أهلا بحضراتكم وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الأعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية لتحسين مناخ الاتثمار والعمل على تشجيعه ودعم اقتصاديات السوق الحر وخلق بيئة اتثمارية تنافسية تشجع المتثمريين على ضخمزين من الاتثمارات كما وفق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاتثمار يهدف مشروع القانون إلى تعديل مناخ الاتثمار في مصر وتشجيع الاتثمار الأجنبي المباشر وذلك من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاتثمارية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير واحة سيوة وبتحقيق مطالب أهلها خاصة فيما يتعلق بحل مشكلة مياه الصرف الزراعي مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ مشروع الصرف الزراعي وفقا للتكلفات الرئاسية وستكون هناك مراحل تالية لاستكمال هذا المشروع جاء ذلك خلال ترأس مدبولي لاجتماع الحكومة اليوم بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة ووجه رئيس الوزراء وزير السياحة والأثار بأن يكون هناك اهتمام كبير بهذه المنطقة وذلك بالتزامن مع ما تشهده الواحة من مشروعات تنموية على أن يتم إعداد برامج سياحية جذابة تناسب الوافدين من دول العالم للتمتع بمختلف أنواع السياحة ومراعاة لوضع محافزات لجذب الاستثمارات السياحية للواحة كما وجه رئيس الوزراء وزير الإسكان بضرورة العمل على تجديد شبكة المياه بالواحة وبحل مشكلة مياه الشرب بوجه عام كما كلف بسرعة الانتهاء من أعمال ازدواج الطريق الممتد بين سيوة ومطروح ترجمة نانسي قنقر وخلال اجتماعيها اليوم محور النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج المقرر نعقاد في الـ 31 من يوليو الجاري وخلال الاجتماع تم التأكيد على أن النسخة الرابعة تستهدف مناقشة عدد من المحاول الرئيسية التي تتمثل في المحور الاقتصادي والمحور السياسي والتعليمي والمحور الاجتماعي والخدمية ويتعد النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج هو الأكبر حتى الآن حيث يشارك أكثر من ألف شخص من المصريين في الخارج من أكثر من 56 دولة حول العالم من بينهم ممثلون عن 66 رابطة جالية للمصريين بالخارج شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن التعاون في مجال رفع القدرات والإدارة الاستراتيجية وتهدف مذكرة التفاهم لتعزيز أطر التعاون بين الجانبين في المجالات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك من بينها بناء القدرات البشرية ونشر وطعميق ثقافة التمييز الحكومي والتنمية المستدامة وتطوير تقديم خدمات الهيئة وتأتي مذكرة التفاهم استكمالا لجهود الدولة في مجال تحسين كفاءة وفعالية الجهاز الإداري للدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 للمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور محمد الشوات في عميدة كلية التجارة بجامعة الزقازيق السابقة هو عاد إلينا للحديث عن قانون إلغاء جميع الإعفاءات من الدرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية هذا القانون الذي وافق عليه مجلس النواب أسألك دكتور ما القيمة المضافة لهذا القانون حالة تطبيقه لتحسين مناخ الاستثمار في مصر رفع تحييات رسالة كمسان المشاهدين رفع الإعفاءات الجمهورية أو تحسين الإجراءات هو عبارة عن دفع في مجال تحييات المناخ العام للاستثمار بمعنى أن الدولة النهاردة بتشجع الاستثمار سواء القطاع الخاص أو الأجنبي وبالتالي هناك بعض المعوقات أو بعض المشاكل التي تعوق منها الرسوم الجمهورية أو الضرائب وغيره فعندما يأتي في هذا التوقيت رفع هذه أو تخفضها هو عملية زيادة رغبة أو ترغيب أو جذب المستثمرين في الدخول للدولة المصرية وجذب القطاع الخاص في المشاركة في التنية حتى يمكن زيادة الإنتاج المحلي وتشجيع المنتجين على الإنتاج بحيث نقدر الدولة تخفض من الواردات أو تخفض الفجوة الاسترادية وفي نفس الوقت تقدر تعظم الصادرات ده بيمشي فيه من ضمن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار اللي برأسه رئيس الجمهورية ومنانع التوجهات اللي هو دعم المستثمرين بيتمدها لأن النهاردة العالم بيعيش سوء حرة أو اقتصاد حر وعليه فكل دولة من الدول بتسعى إلى تحييئة المناخ الاستثماري لجذب مستثمرين سواء في القطاع الخاص أو القطاع الوطني أو الأجانب ولا سيما أننا في منطقة يزداد فيها الاستثمار المنافسة على الاستثمار الأجنبي وجميع الدول في حالة تنمية إلا أن مصر بها مزايا تنفسية كبيرة وعملت بنية تحتية وبالتالي في هذه الحالة من الأفضل بالنسبة إليها أنها تخفض أو تهيئ مناخ الاستثمار حتى تجذب المستثمرين وفي نفس الوقت كمان أن خلق الثقة بأن الجهاز الإداري للدولة النهاردة أصبح جهاز متطور به بنية تكنولوجية كبيرة بتعاملات جيدة حصل تطور في ثقافة الموظفين فبدأ بيعمل خلق ثقافة مع المستثمر الأجنبي وخلق ثقة وفي نفس الوقت كمان في المجمل العام بيساعد الدولة على تحقيق معدلات نمو مرتفع لمزيد الانتاج وبيخفض من العملات الأجنبية اللي تخرج برة وفي نفس الوقت كمان بيساعد على النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم خطة الدولة لأن النهاردة الدولة المصرية بتسعى جاهدة عشان تحدث تطور في النظام الاقتصاد وحل المشكلات الاخصالية حتى يمكن أن تحدث التنمية الشاملة والمستدامة وده مش هيتم غير من خلال تعظيم القدرات المؤسسية وبناء القدرات البشرية اللي موجودة في داخل المجتمع وده بيحتاج دايما تضحية وبزل جهود في تسير الإجراءات وخفض الإجراءات الجمهورية وتخفيض أو تحفيز المستثمرين من خلال خفض الضرائب وخفض التكاليف المالية التي يتحملها المستثمر أو المورد في الدولة المصرية وصلت فكرتك دكتور محمد الشاوت في عامية كلية التجارة بجامعة الزقازيق السابق شكرا جزيلا لحضرتك وإلى التطورات في السودان حيث نفذ الجيش السوداني عمليات تمشيد بمنطقة أم درمان لتطهيرها من قوات الدعم السريع وأشار بيان للقوات المسلحة السودانية إلى أن هناك عمليات هروب جماعي لقوات الدعم السريع وفي سياق منفصل أعلن جيش السوداني عن دحر متمردي الحركة الشعبية قيادة جوزيف توكا وبتكبيدهم خسائر مدية وبشرية فادحة في منطقة النيل الأزرق دعت السفارة الأمريكية بالسودان الأطراف العسكرية في السودان لإيجاد مخرج تفاوضي للأزمة لتقليد الضرر الذي يلحق بالبلاد ومعاناة الشعب السوداني وأشارت السفارة الأمريكية بالخرطوم في بيان لها إثر انتهاء أعمال الآلية الرباعية لقمة إيجاد إلى أن الدعوات التي تطلقها بعض الأصوات السودانية لرفض أي تسوية تفاوضية للنزاع ولمواصلة القتال غير مسؤولة وتتعارض مع رغبة المدنيين السودانيين في إسكاة البنادق وصلت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهود تقديم الخدمات المختلفة للوافدين القادمين من السودان جراء تدعيات الأزمة الحالية عبر المعابرة البرية في أرقين وقسطل ومستشفى أبو سنبل الدولي بجانب الموقف الدولي بكركر هذا ويستمر توافد الفارين من العمليات العسكرية في السودان إلى مصر عبر معبري أرقين وقسطل الحدوديين ترجمة نانسي قنقر قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبردينة أن الرئيس محمود عباس سيتوجه غدا الأربعاء إلى مدينة جينين ولمخيمها وذلك للاطلاع على سير العمل في إعادة أعمار المخيم والمدينة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير وأضاف أبردينة أن الرئيس محمود عباس سيجتمع مع ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية أغلق متظاهرون إسرائيليون الطرق السريعة والمؤدية إلى القدس المحتلة وحيفا وتل أبيب في ظل استمرار الاحتجاجات العامة ضد خطة الإصلاح القضائية وانطلقت الاحتجاجات بعد منح البرلمان الإسرائيلي الموافقة المبدئية على مشروع قانون للحد من صلاحيات المحكمة العليا الرقابية والمضي قدما في تعديلات مقترحة بشأن السلطة القضائية يأتي ذلك فيما استخدمت الشرطة الإسرائيلية خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين لافتة إلى أعتقال 24 شخصا انتهت فترة ولاية آلية الأمم المتحدة لإدخال المساعدات الإنسانية الحيوية عبر الحدود إلى سوريا بعد أن فشل مجلس الأمن في التوصل إلى تصويت لتمديد مهمة الآلية ويحاول أعضاء مجلس الأمن الدولي منذ أيام إيجاد تفاهم لتمديد هذه الآلية التي تسمح للأمم المتحدة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المناطق الواقعة في شمال غرب سوريا والتي تأثرت بشدة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ناجيب ميقاتي إن لبنان أبلغ الأمم المتحدة استعداده لترسيم الحدود الجنوبية مع إسرائيل على طول الخط الأذرق المعروف بخط وقف إطلاق النار الذي تنتشر عليه قوات الأمم المتحدة المتأقتة في لبنان اليونيفل وحول أزمة حاكم مصرف لبنان شدد ميقاتي على رفضه للتنديد للحاكم الحالي رياض سلامة بعد انتهاء ولاياته في 31 من يوليو الجاري فضلا عن رفض تعيين حاكم جديد في ظل الفراغ الرئاسي تجنبا لزيادة الخلافات الداخلية أكد تحالف الساحل دعمه لدول الساحل الإفريقي في مواجهة الأزمات الأمنية والإنسانية وأشدد التحالف في ختام أعمال دورته الرابعة في العاصمة الموريتانية نواكشولت على دعمه للتكامل وتضامن الإقليميين والاهتمام بأولويات بلدان الساحل الإفريقي مشيرا إلى ما تشهده بلدان الساحل من تدور في الوضع الأمني والإنساني خاصة إنعدام الأمن الغذائي في عدد من أنحاء المنطقة اشتركوا في القناة قال الأمين العام لحلف الناتو يانس ستاتنلبرغ في افتتاح أعمال قمة حلف شمال الأطلنطي إن الأعضاء سيتخذ قرارات مهمة فضلا عن الإعلان لمزيد من الدعم لأوكرانيا وتتصدر الأزمة الأوكرانية جدول أعمال القمة إلى جانب طلبين أوكرانيا والسويد الانضمام إلى الناتو وعدد من الملفات الإستراتيجية الأخرى على مدار يومين يجتمع قادة حلف شمال الأطلنطي في لتوانيا لعقد قمة تضغى عليها مستجدات الأزمة الأوكرانية وطلب انضمام كييف إلى الحلف وذلك بعد حدوث انفراجة في ملف انضمام السويد إلى الناتو بعد موافقة تركيا على طرح طلب استوكولم الانضمام إلى الناتو أمام البرلمان بما يمهد لدعم انضمامها فعليا للحلف في ظل عدم معارضة أطراف أخرى للطلب السويدية تصدر الأزمة الأوكرانية وانضمام أعضاء جدد قائمة اهتمامات القمة لا يغني عن بحث ملفات وقضايا أخرى خاصة بالناتو من بينها مسألة النفقات العسكرية والسعي لتحقيق هدف لم يتحقق منذ إقراره في عام 2014 بزيادتها إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي لكل الدول الأعضاء بالإضافة إلى بحث خطة الحلف الاستراتيجية خصوصا أن العملية الروسية في أوكرانيا دفعته إلى مراجعة شاملة لأنظمته الدفاعية على جبهته الشرقية القمة التي تلتأم في فيلينيوس بحضور قادة الحلف المنتمين إلى قارتي أوروبا وأمريكا الشمالية ستبحث أيضا زيادة الدعم المقدم إلى أوكرانيا والعلاقات مع روسيا وسط مطالبات لتوانيا بإبطال القانون التأسسي للعلاقات والتعاون بين الحلف وموسكو إلى جانب تعزيز دفاعات الحلف وتعميق التعاون مع الشركاء من خارج الناتو الصين بدورها لن تغيب عن المحادثات لسيما في ظل تخوف قادة الناتو من احتمال تكرار السيناريو الأوكراني في تايوان وفي هذا السياق يتطلع الناتو إلى تقييم مخاطر زيادة الاستثمارات الصينية في أوروبا وانعكاسها على الأمن القومي للقارة العجوز قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطية يانسي ستولنبرغ أن أوكرانيا أصبحت تقريبة للغاية من الناتو مشيرا إلى ضرورة أن ينعكس ذلك على كل قرارات الحلف وفي مؤتمر صحفي له من العاصمة اللتوانية بالنيوس شدد ستولنبرغ على استمرار الحلف في دعم أوكرانيا مع وضع خطط واضحة للردع والدفاع المشترك مشيرا إلى اعتزام القمة بإرسال إشارة واضحة وإيجابية بشأن مصار انضمام أوكرانيا للحلف في قمة النيتو سوف نتفق على حزمة لأوكرانيا بدعم عملي وتقني وسوف نأخذ قرارات لنقرب أوكرانيا من العضوية إلى النيتو واللغة والصياغة الكاملة سوف تكون تشكل اليوم وأيضا أن يكون هناك حوار متعدد الأطراف أو ثناء الأطراف مع أوكرانيا أو إطار عمل لضمان الدعم المستمر لأوكرانيا أظن أنني سوف أخت إذا تكلمت عن التفاصيل وكيف سوف نعلن عن هذا الأمر ولكن بالطبع سوف يكون متكاملا وسوف يكون إضافيا إلى القرارات التي نأخذها في قمة النيتو قال الأمين العام لحلف شمال الإطلنطي ينسي ستالتنبرغ إن أبواب النيتو مفتوحة أو تبقى مفتوحة أمام انضمام أعضاء جدد إليه لافتا إلى أن أعضاء النيتو هم من يقررون في هذا الشأن وأوضح ستالتنبرغ أن انضمام فنلندا وسويد إلى النيتو يرسل رسالة واضحة بأن الحرب الروسية على أوكرانيا خطأ استراتيجي الرسالة الواضحة لروسيا وللرئيس بوتن أن أبواب النيتو تبقى مفتوحة وأن النيتو يقررون بشأن توسيع هذا الحلف بالطبع الرئيس الروسي لم يوافق على هذا التوسيع ولكن نحن أظهرنا ونرى أن فنلندا أصبحت عضوا كاملا ويوم أمس قررنا أيضا أن السويد سوف تصبح عضوا وتركيا وافقت على البروتوكول العضوية والانضمام للسويد وهذه الرسالة الواضحة ويثبت على أن اعتداء أو حرب روسيا على أوكرانيا هي خطأ استراتيجي قال الرئيس الأوكراني بلاد مير زلنيسكي أن عدم تقديم إطار زمني لانضمام أوكرانيا إلى حلف النيتو خلال قمة الحلف سيكون أمرا عبثية وأضاف زلنيسكي أن الغموض المستمر حول انضمام أوكرانيا للحلف من شأنه أن يدفع روسيا لاستمرار هجماتها في أوكرانيا وكان زلنيسكي قد أعرب في وقت سابق عن ثقته في انضمام بلاده إلى النيتو أعلن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرو أن بلاده قررت تزويد أوكرانيا بصواريق طويلة المدى لمساعدتها في الدفاع عن نفسها وقال ماكرو أن القرار سيسمح للأوكرانيين بتوجيه ضربات للعمق والسمح لكييف بالدفاع عن أراضيها نظري إلى الحالة والهجوم المضاد الذي قادته أوكرانيا قررت زيادة تسليم الأسلحة والمعدات وتوفير قدر صاروخية بعيدة المدى للأوكرانيين كل ذلك مع الحفاظ على وضوح واتساق مذهبنا مما يعني السماح للأوكرانيين بالدفاع عن أراضيهم وهكذا قررنا إرسال صواريخ جديدة بعيدة المدى إلى أوكرانيا أعتقد أنه من المهم بالنسبة لنا إرسال رسالة دعم لأوكرانيا ووحدة الناتو مع تصميم على أن لا تكسب روسيا هذه الحرب قالت وكالة رويترز أن ألمانيا تضع اللمسات النهائية على حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 700 مليون يورو أشرت الوكالة نقلا عن مصادر إلى أن برلين ستعلن عن الحزمة خلال قمة حلف شمال الأطلنطية الناتو في العاصمة اللتوانية فيالنيوس أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أهمية الوضع أو الوحدة بين الحلفاء في حلف شمال الأطلنطي في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وخلال تواجده في لتوانيا لحضور قمة حلف الناتو شدد سوناك على رغبة بلاده في تعزيز العمل على أولويات القمة ومن بينها تعزيز التحالف لمواجهة مختلفة تهديدات مستقبلية مع الاستمرار في دعم أوكرانيا ضد روسيا حسناً إنه لأمر رائع أن أكون هنا في لتوانيا لحضور قمة الناتو ذكرتنا آخر 500 يوم من حرب بوتين في أوكرانيا بالوحدة الدائمة وأهمية هذا التحالف العسكري الخاص للغاية الذي كانت المملكة المتحدة في قلبه طوال فترة وجودها أعتقد أن أولويات هذه القمة هي تعزيز هذا التحالف حتى نتمكن من مواجهة تهديدات المستقبل وحماية أنفسنا بشكل كاف ضدها وأيضاً لمواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي حتى يتمكنوا من الاستمرار في الكفاح من أجل حريتهم ندد الكراملين بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعزم باريس بتزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى وأكد أن هذا القرار خاطئ ولن يؤثر على سير العملية العسكرية الروسية بل سيفاقم من مصير نظام كييف وقال المتحدث باسم الكراملين ديمتري بيسكوف إن هذا القرار سيكبر موسكو على اتخاذ إجراءات مضادة هذا وأعلن الكراملين أن انضمام السويد المتوقع إلى حلف شمال الأطلنطي ستكون له تدعيات سلبية واضحة على الأمن الروسي وسيتطلب رداً مماثلاً لما تم اتخاذه عند انضمام فنلندا للحلف قال وزير الخارجية الروسية سيرجي لفروف إن بلاده تتخذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب رداً على احتمال انضمام السويد وأوكرانيا إلى حلف شمال الأطلنطي وفي كلمته بالتزامن مع اليوم الأول من قمة الحلف في لتوانيا أضف لفروف أن روسيا ستعمل على حماية مصالحها الأمنية المشروعة قال السفير الروسي لدى واشنطن أناطالي أنتونوف إن الولايات المتحدة تبدو جهوداً لتوجيه الرأي العام للموافقة على قرارات معادية لبلاده قد يتم اتخاذها خلال قمة النيتو وأضاف أنتونوف أن الأوضاع مستمرة في الانزلاق نحو أكثر النتائج غير المواتية في المواجهة بين روسيا ودول الحلف لافتاً إلى أن الإجراءات التي يتخذها الغربيون تخلق نوعاً من العقبات لا يمكن التغلب عليها قال وزير خارجية المجر بيتر سيارتو إن تصديق بلاده على طلب السويد الانضمام لحلف شمال الأطلنطي مجرد مسألة فنية وأضاف سيارتو أن حكومة بلاده تؤيد انضمام السويد للنيتو جاءت تعليقات الوزير المجري بعدما وفق الرئيس التركي على أحالة طلب السويد إلى البرلمان التركي للتصديق عليه قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن طلب تركيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي غير مرتبط بانضمام السويد للنيتو جاءت تصريحات سوليفان بعد يوم من موافقة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على انضمام السويد للحلف في خطوة هامة نحو توسيع قاعدة حلف شمال الأطلنطي الجغرافية ولإغلاق ملف عالق يؤرق الكثير من الأعضاء وغير الأعضاء أعلنت تركيا موافقتها على السماح بانضمام السويد لحلف شمال الأطلنطي النيتو موافقة تركيا على انضمام السويد للنيتو جاءت بعد محادثات ثلاثية في فيلينيوس جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الأمين العام للنيتو يانس استولتنبرغ ورئيس الوزراء السويدية ولإتمام الموافقة يتعين أن يصادق البرلمان التركي على بروتوكول انضمام السويد لكن أردوغان تعهد بالدفع تجاه المصادقة عليه الرئيس التركي ربط في وقت سابق موافقة بلاده على منح السويد عضوية الحلف في حالة إعادة الاتحاد الأوروبي لإطلاق مفاوضات انضمام تركيا للتكتل القاري الذي أكد أن بلاده تنتظره منذ أكثر من خمسين عاما وتحظى أنقارا بوضع مرشح رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2005 وهي تطمح للعضوية منذ فترة طويلة قبل ذلك لكن المحادثات توقفت منذ أعوام قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سليفان أن الرئيس بايدن كان واضحا وصريحا منذ شهور في دعمه نقل مقاتلات من طراز F-16 إلى تركيا وأوضح سليفان أن التوجه الأمريكي يصدف المصلحة الوطنية لواشنطن لافتا إلى أنه من مصلحة الناتو حصول تركيا على هذه القدرة والتي يعتزم بايدن المضي قدما في عملية التشاور بشأنها مع الكونغرس كان الرئيس بايدن واضحا وصريحا منذ شهور في دعمه نقل مقاتلات F-16 إلى تركيا وأن هذا من مصحة الناتو أن تحصل تركيا على هذه القدرة لم يضع رئيس بايدن أي محاذير أو شروط على ذلك في تعليقاته العامة والخاصة خلال الأشهر القليلة الماضية وهو يعتزم المضي قدما في عملية التشاور هذه مع الكونغرس في الأزمة الأوكرانية أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا وجهت ضربة جوية لكييف في الساعات الأولى من صباح اليوم وقال الرئيس الإدارة العسكرية في كييف في منشور على تيليجرام إن روسيا هاجمت كييف في الجو للمرة الثانية هذا الشهر مضيفا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا قبل أن تصل إلى أهدافها ولم ترد معلومات بعد عن وقوع أدران بشرية أو مادية وقال سلاح الجو الأوكراني إن صفارات الإنذار من الغارات الجوية فوق كييف دوت لمدة ساعة ولأكثر من ساعة في أجزاء أخرى من شرق أوكرانيا أعلن حاكم منطقة أوديسا أوليك كيبر استهدف طائرات مسيرة روسية لمنشآت للحبوب في أحد موانئ مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا وتضم أوديسا ثلاثة منافذ بحرية أساسية في اتفاقية تصدير الحبوب التي تنتهي مدتها في السبع عشر من الشهر الجاري وأوضح حاكم أوديسا أن قوات الدفاع الجوية الأوكرانية لم تسمح بناجح خطة رؤوسية للهجوم على محطة الحبوب في أحد موانئ المدينة ندد رئيس مجلس الدومة الروسية في تشلاف بوليدن باستمرار بولندا في تزويد أوكرانيا بالأسلحة وأضاف أنه في اليوم الذي يصادف ذكرى ضحايا مذبحة البولنديين في فالن غرب أوكرانيا تزود وارسو كييف بإمدادات منتظمة من السلاح لارتكاب ما قال المسؤول الروسي إنها جرائم أوكرانية جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تصارع التضخم السنوي في ألمانيا في يونيو الماضي حسب قراءة النهائية إلى 6.4% من 6.1% تم تسجيلها في مايو وذلك وفقا لبيان صدر عن المكتب الفيدرالي الألماني للإحصاء وجاءت نتيجة الشهر يونيو الماضي متوافقة مع التقديرات الأولية حيث ارتفعت أسعار المستهلك في ألمانيا حسب التقديرات النهائية بنسبة 0.3% كانت الأسعار قد تراجعت في مايو بنسبة 0.1% وظلت أسعار المواد الغذائية المحركة الأكبر للتضخم حيث ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 13.7% أما أسعار الطاقة فقد صعدت بنسبة 3% على أساس سنوي أوضحت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات البريطانية سلبية قراءات أو سلبية قراءات بيانات سوق العمل ومعدلات البطالة خلال شهر يونيو الماضي وخلال الربع المنتهي في مايو وأظهرت البيانات ارتفاع طلبات إعانات البطالة الجديدة في بريطانيا بنحو 21.7 ألف طلب خلال شهر يونيو وهو أسوأ من التوقعات التي أشرت لتسجيلها ارتفاعا بحوالي 20 ألف طلب بعدما كانت قد سجلت تراجعا بمقدار 13.5 ألف طلب خلال شهر مايو السابق وفي نفس الوقت كشفت البيانات عن ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى 4% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو على أساس سنوي وهو أسوأ كذلك من توقعات الأسواق التي أشرت لتسجيله 3.8 من 10% بعدما انخفضت بطالة بريطانيا إلى هذا المستوى بثلاثة أشهر المنتهية في إبريل قال البنك المركزي التركي أن العجز في ميزان المعاملات الجارية للبلاد زاد إلى 7.9 مليار دولار في مايو الماضي وجاء الرقم أعلى من المتوقع في استطلاع أجرته رويترز بأن تبلغ قيمة العجز 7 مليارات دولار كان عجز المعاملات الجارية التركية قد سجل 5.4 مليار دولار في إبريل وفي عام 2022 بلغ العجز في ميزان المعاملات الجارية في تركيا 48.7 مليار دولار قال وزير المالية الباكستاني أن السعودية أودعت ملياري دولار في حساب البنك المركزي الباكستاني وتقدم أو تقدم الوزير بشكر نيابة عن للسعودية للرئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستانيين مشيرا إلى أن الوزيعة السعودية ستؤدي إلى تحسن اقتصادي في المستقبل قال أمين عام منظمة البلدان المصادرة للبترول أوباك إنه من المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 23% حتى عام 2045 وأضاف أن قطاع النفط العالمي يحتاجوا لاستثمار 12.1 تريليون دولار خلال الفترة ذاتها لكنه ليس في طريقه للوصول لهذا المستوى من الاستثمارات ووصفت دعوات لتقليل أو بمنع التمويل لمشروعات النفط الجديدة بأنها تمثل دعوات تفتقر إلى الحكمة والواقعية حيث يحتاج العالم لجميع أشكال الطاقة لتلبية الطلب العالمي أكدت وزارة الخارجية الصينية على وجود تعاون جيد بين الصين والولايات المتحدة في مجال المناخ وأضافت الخارجية الصينية أنها تأمل في أن يلتقي الجانبان لتهيئة ظروف بناء في هذا الإطار دعت دول رابطة جنوب شرق آسيا أسيان إلى إعلان المنطقة خالية من السلاح النووي جاء ذلك خلال اجتماعات وزراء دول المجموعة في إندونيسيا حيث تتناول الاجتماعات مختلفة قضايا المنطقة التي تشهد تطوراً في نفوذ الصين والولايات المتحدة في وقت تشهد في المنطقة تجاذبات سياسية والطرابات العالمية في ضوء الأزمة الأوكرانية وتدعيتها الجيوسيا انطلقت اجتماعات وزراء خارجية دول رابطة جنوب شرق آسيا أسيان في إندونيسيا بالدعوة إلى أعلان المنطقة خالية من السلاح النووي إن الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة هو أولوياتنا وقامت المنظمة أصلاً على تحويل المنطقة إلى مركز للنمو لذلك يجب علينا الحفاظ على جنوب شرق آسيا كمنطقة خالية من الأسلحة النووية ويتوقع أن تهيمن على محادثات وزراء الخارجية أزمة ميانمار العضو في هذا التكتل الإقليمي وسط انقسام بشأن عادة تفعيل مشاركة البلد بعد الاضطرابات السياسية التي شهدها وتعقب اجتماع وزراء خارجية أسيان الذي يستمر يومين مباحثات مع بكين وواشنطن وقوى أخرى حيث سيسعى وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلانكين إلى تصدي لتأكيد بكين سيادتها على بحر الصين الجنوبية ومن المقرر أن يُعقد اجتماع وزاري لتكتل أسيان زائد ثلاثة الذي يجمع دول أسيان مع اليابان وكوريا الجنوبية والصين قبيل اجتماع الجمعة لوزراء خارجية قمة شرق أسيا التي تضم ثمان عشرة دولة بمشاركة واشنطن وبكين ومن المتوقع أن يحضر وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف اجتماع الجمعة الذي سيجمعه مرة أخرى في قاعة واحدة مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلانكين بعد لقاء قصير سابق في مارس في ظل استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا وستسعى واشنطن وأعضاء أسيان إلى التصدي لسلوك بكين في منطقة بحر الصين الجنوبية المتنازع عليها وتؤكد الصين سيادتها في الممر المائي الاستراتيجي رغم احتجاجات العديد من أعضاء أسيان الذين يطالبون بحرية الملاحة دون عوائق واحترام مطالبهم بالسيادة ودعت مسودة البيان المشترك لأسيان إلى ضبط النفس في الممر المائي وقالت إن هناك زخما إيجابيا في المحادثات حول مدونة السلوك وقعت جزر سليمان اتفاقية لتعزيز التعاون مع الصين في إنفاذ القانون والقضايا الأمنية وتم الأعلان عن الاتفاق في بيان مشترك عقب اكتماع لرئيس مجلس الدولة الصيني ليكيت شينجانج ورئيس وزراء جزر سليمان مانسي سوغافاري وتتمتع جزر سليمان بشركاء تقليديين في جنوب المحيط الهادي ومن بينها أستراليا ونيزلاندا والولايات المتحدة ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن كام يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية اتهمت الولايات المتحدة بانتهاك المجال الجوي لمنطقتها الاقتصادية الخالصة ثماني مرات بطائرة تجسس عسكرية حذرت كام من أن القوات الأمريكية ستواجه ردا حاسما للغاية إذا واصلت ما وصفته بالتدخل غير القانوني كما حذرت من أن مثل هذه الطائرات قد تتعرض للإسقاط جدد تصين دعوتها لليابان للوقف خطتها المتمثلة في تصريف المياه المشاعة من محطة فوكوشيما في المحيط خلال الدورة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأكد دبلوماسي صيني أن اليابان تجاهلت مخاوف ورفض المجتمع الدولي للخطة من منطلق اقتصادي بحت مضيفا أن تصريفها لمياه أو لملايين الأطنان من المياه الملوثة نوويا من محطة فوكوشيما في المحيط خلال الثلاثين عاما القادمة يرقى إلى معاملة المحيط الهادئ كمصرف صحي حذر الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ جون لي من اعتزام سلطات هونغ كونغ بحذر استيراد المنتجات البحرية من عدد كبير من المقاطعات اليابانية في حال قيام توكيو بتصريف مياه محطة فوكوشيما المشيع المعالجة في المحيط الهادي وأضاف جون لي أن حكومته ستلتزم الحذرة لأن تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية في المحيط الهادي هو إجراء غير مسبوق مطالبا بالتعامل مع القضية على محمل الجد أعلنت اليابان مصرع ستة أشخاص بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن حطول أمطار غزيرة على جزيرة كيوشو بغرب أو بجنوب غرب البلاد وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قد خفضت مستوى التحذيرات فيما يتعلق بالأمطار الغزيرة على المناطق الشمالية من الجزيرة لكنها حثت السكان على البقاء في حالة تأهب خشية وقوع المزيد من الانهيارات الأرضية تتعرض إيطاليا لموجة حارة حيث وصلت درجات الحرارة القصوى إلى 36 درجة مآوية في روما حذرت السلطات الإيطالية كبار السن والمرضى والأطفال من خطورة التعرض المباشر للتقص الحار التغير المناخي بات يضرب كل أنحاء العالم ما أدى لتغيير كبير في المؤشرات المعتادة سواء للحرارة أو البرودة إيطاليا تتعرض لموجة حارة حيث وصلت درجات الحرارة القصوى إلى 36 درجة مآوية في روما مما اضطر العديد من السياح الذين يزورون مناطق الجذب الرئيسية في العاصمة الإيطالية إلى البحث عن أماكن الظل والنوافير وفقاً لوزارة الصحة الإيطالية وصلت تقص الحار إلى مستوى الإنذار البرتقالي المستوى الثالث على مقياس من أربع درجات في روما وثماني مدد أخرى على طول شبه الجزيرة السلطات الإيطالية أصدرت تحذيراً لكبار السن والضعفاء والأطفال من خطورة التعرض المباشر للتقص الحار سكان فلورنسا وتورين وبيروجيا وباليرمو وفيتربو وفورزينوني شعروا أيضاً مثل روما بارتفاع كبير في درجات الحرارة ووفقاً لقبراء خدمة الأرصاد الجوية بالقوات الجوية الإيطالية ستزداد من طقة الضغط الجوي المرتفع قوة لترتفع درجات الحرارة في شبه الجزيرة بأكملها مصحوبة بمستوى عال من الرطوبة حذرت الأمم المتحدة من خطر داهم يهدد أهداف التنمية المستدامة للحد من معدلات الفقر العالمية واتخاذ خطوات نحو التنمية البشرية المستدامة وبدوره حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من إمكانية تحول أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 إلى مجرد نقش تذكري للعالم بعد أن كانت أمراً ممكناً أهداف التنمية المستدامة للبشرية في خطر تحذيرنا أطلقته الأمم المتحدة في تقرير لها حول الأهداف التي حددها العالم للحد من الفقر المضجع وتحسين الوصول إلى مياه الشرب واتخاذ خطوات نحو التنمية المستدامة للبشرية ووجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تحذيراً في تقرير أممي لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 حيث أوضح أنه إذا لم يتم التحرك فورا يمكن أن تتحول أجنتة 2030 إلى نقش تذكاري للعالم بعد أن كان ممكن وكانت الدولة الأعضاء في الأمم المتحدة قد تبنت في عام 2015 أجنتة 2030 والتي أوردت 17 هدفا للتنمية المستدامة للعالم بأسره بنهاية العقذ الحالي لكن التقرير الأممي الحالي أشر إلى أنه في منتصف الطريق إلى 2030 بات هذا الوعد في خطر مشيلا إلى أن أكثر من نصف العالم سيكون متخلفا عن الأهداف المحددة كما أوضح التقرير أن العالم عاد إلى مستويات اللجوع لم يشهدها منذ عام 2005 حيث واجه واحد من كل سلسة أشخاص أي 2.3 مليار شخص إن عدام للأمن الغذائي تروح بين المتوسط والحاد في عام 2021 كما حذر التقرير من أن سوء تغذية الأطفال لا زال يثير قلقا عالميا وأشر تقرير الأمم المتحدة إلى أن قرابة 1.1 مليار شخص يعيشون حاليا في أحياء فقيرة أو في ظروف أجبه بالأحياء الفقيرة في المدن مع توقع أن يضاف إليهم في السنوات الثلاثين المقبلة مليارا آخر بحث وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة مع نائب رئيس التنفيذي لشركة كاتربيلر إنك العالمية تومس بيلت فرصة زيادة التعاون مع الشركة والاستفادة من الحلول والتقنيات والمعدات صديقة البيئة التي توفرها في إطار استغلال كافة السبل لخفض الكربون في عمليات وأنشطة صناعة البترول والغاز أشار الملة إلى أن العمل في قطاع البترول والغاز في مصر يعد بوابة للشركات العالمية للوصول لمنطقة شرق المتوسط وما تسقر به من فرص متنامية في ظل تعاون إقليمي فعال تحت مضلة منتدى غاز شرق المتوسط من جانبه أكد بلت أن قطاع البترول والغاز المصري شريك موثوق تتطلع الشركة لزيادة العمل معه والتوسع في أنشطتها في مصر ارتفعت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشهيد والبناء خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الحالي بنحو 2 بلئة بقيمة 3 مليارات و234 مليون دولار مقارنة بنحو 3 مليارات و183 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 وأظهر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية أن نحو 10 دول استحوذت على 59.9% من إجمالي صادرات القطاع تصدرتها إيطاليا بنحو 321 مليون دولار ثم كندا وإسبانيا انطلقت أعمال القافلة الطبية بوحدة الحمروين الصحية بالبحر الأحمر وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تضمنت القافلة توقيع الكشف وصرف العلاق بالمجان لمائة وسبع وسبعين حالة بمختلف التخصصات الطبية وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر القافلة متواجدة دول هذا الشهر في مدن وقرى البحر الأحمر من حدربة جنوبا إلى الزعفران شمالا والخدمات التي نقدمها للمترددين المرضى علينا من فحصات وتحاليل كلها مجانية والتخصصات متوفرة في القافلة والتردد كثير على القافلة من الناس كلها أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نقلا عن مؤشر إياتها للربط الجوي لعام 2022 تقدم ترتيب مصر 14 مركزا في المؤشر لتحصل على المركز 24 عالميا من 200 دولة في عام 2022 مقابل المركز 38 عالميا عام 2019 كما جاءت في المركز الرابع على مستوى شرق الأوسط وشمال إفريقيا ويقيس مؤشر إيات الربط الجوي للدولة من خلال الرحلات المجدولة للنقل الركاب بحسب الأهميات الاقتصادية النسبية للوجهات التي يتم خدمتها نهاية نشرتنا إلى عنوينها خلال اجتماعيها الإسبوعي برئاسة مدبولي الحكومة توافق على إضافة واستحدات فئة جديدة ضمن المستحقين لمساعدات تكافل وكرامة واشنطن تدعو الأطراف السودانية لإيجاد مخرج تفاوضي للأزمة وتقول إن الأولوية لإسكاة البنادق انطلاق قمة حلف الناتو بلتوانيا وروسيا تتوعد بإجراءات مضادة ردا على قرار تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى ختم نشرة الثالثة دمتم في العيد الله وأمنه دائما في أمان الله اشتركوا في القناة